باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين الأحد الأول من الصوم المقدس إنجيل عشية مما زميري أبينا داود النبي بركته علينا آمين استمع يا الله عدلي وأصغي إلى طلبتي وأنصط إلى صلاتي من شفاه غير غشا ليخرج من أمام وجهك قضائي عينايا لتنظر الاستقامة هالليل يا الإنجيل فصل من بشارة معلمنا القديس مارمت البشير التلميذ الطاهر بركته علينا آمين لا تهتموا للغد فإن الغد يهتم بشأنه يكفي كل يوم شره لا تدينوا لألا تدانوا لأمنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلونا يكالوا لكم ولماذا تنظر القذى في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر أن تخرج القذى من عين أخيك لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وترجع فتمزقكم اسألوا فطعطوا اطلبوا فتجدوا اقرعوا فيفتحا لكم لأمنا كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح لا أم أي إنسان منكم يسأله ابنه خبزا فيعطيه حجرا أو يسأله سمكة فيعطيه حيا فإذا كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أبناءكم العطايا الجيدة فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يمنح الصالحات للذين يسألونه فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم ففعلوه أنتم بهم فإن هذا هو النموس والأنبياء والمجد لله ذائما إنجيل باكر مما زميري أبينا ذود النبي بركته علينا أمين أحبك يا رب يا قوتي الرب هو ثباتي وملجأي ومخلصي إلهي عوني وعليه أتكل هالليل يا الإنجيل فصد من بشارتي معلم ذا القديس مارمت البشير التلميذ الطاهر بركته علينا أمين فإنا كثيرين سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قاط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم فكل من يسمع كلامي هذا ويعمل به أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخرا فنزل المطر وجرت الأنهار وهبت الرياح صدمت ذلك البيت فسقط فلم يسقط لأن أساسه كان ثابتا على الصخرا وكل من يسمع كلامي هذا ولم يعمل به أشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر فنزل المطر وجرت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما ولما أكمل يسوع هذا الكلام كله بهت الجمع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس ككتبته والمجد لله دائما البولوس فص من رسالة معلمنا القديس ماري بولوس الرسول إلى كنيسة رومية بركته علينا أمين لتخضع كل نفس للسلاطين العالية فإنه لا سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون يأخذون دينونه لأن الرؤساء ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة أفتبتغي ألا تخاف من السلطان افعل الخير فيكون لك مدح منه لأنه خادم الله لك للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخف فإنه لم يتقلد السيف عبثا لأنه خادم الله منتقم الغضب من الذي يفعل الشر فلذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا من أجل الضمير فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله مواصبون على ذلك بعينه فأعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية والجباية لمن له الجباية والمهابة لمن له المهابة والكرامة لمن له الكرامة لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا فإنه من أحب قريبة فقد أكمل الناموس لأن لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشتهي وإن كانت وصية أخرى إنما هي متضمنة في هذه الكلمة أم تحب قريبك كنفسك إن المحبة لا تصنع شرا بالقريب فالمحبة إذن تكمل الناموس هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم لأن خلاصنا الآن أقرب مما كانا حين آمنا قد تناهى الليل واقترب النهار فلنخلع أعمال الظلم ونلبس أسلحة النور لنسلكن بلياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تهتموا بالجسد للشهوات نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا آمين الكاثريكون فصل من رسالة معلمنا القديس ماري عقوب الرسول بركته علينا آمين لا يقل أحد إذا جرب أن الله قد جربني لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا بل كل واحد يجرب من شهوته الخاصة إذا انجذب وانخدع بها ثم إن الشهوة إذا حبلت تلد الخطية والخطية إذا تمت تنتج الموت لا تظل يا إخوة الأحباء إن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من فوق نازلة من عند أب الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل يزول هو شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة من خلائقه إذا نعلم يا إخوة الأحباء ليكن كل إنسان سريعا إلى الاستماع بطيئا عن التكلم وبطيئا عن الغضب فإن غضب الإنسان لا يعمل بر الله لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر واقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين الابراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار بركتهم علينا آمين فلما أذن له وقف بولوس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب وإذ صار سكوت عظيم صرخ باللغة العبرانية قائلة أيها الرجال الإخوة والأباء اسمعوا احتجاجي الآن لديكم فلما سمعوا أنه يخاطبهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا فقال أنا رجل يهودي ولدت في ترسوسكي لكيا لكني ربيت في هذه المدينة عند قدمي غملائيل الذي علمني حقائق ناموس آبائنا وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم وقد اتهدت هذه الطريقة وقد اتهدت هذه الطريقة حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء كما يشهد لي رئيس الكهنة وجميع الشيوخ الذين أخذت منهم رسائل إلى الإخوة وانطلقت إلى دمشق لآتي بمن هناك موثقين إلى أوروشاليم ليعاقبوا فحدث لي وأنا ذاهب وقد اقتربت من دمشق وقت الظهر بغتة أبرق حولي نور عظيم من السماء فسقطت على الأرض وسمعت صوتا يقول لي شاول شاول لماذا تطهدني فأجبت من أنت يا رب فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تطهده والذين كانوا معي رأوا النور ولم يسمعوا صوتا الذي كلمني فقلت ماذا أصنع يا رب فقال للرب قم وانضي إلى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما رسم أن تفعله وإذ كنت لا أبصر من أجل مجد ذلك النور فأمسك بيدي أولئك الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق وإن واحدا يقال له حنانية رجلا تقيا بمقتضى الناموس مشهودا لهم من جميع اليهود القاطنين هناك جاء إلي ووقف بي وقال لي أيها الأخ شاول أبصر وأنا أيضا في تلك الساعة نظرت إليه فقال إن إله آبائنا قد سبق فاختارك لتعرف مشيئته وتعاين البار وتسمع صوتا من فيه لأنك ستكون له شاهدا عند جميع الناس بما رأيت وسمعت والآن ماذا تصنع قم فاعتمد مغتسلا من خطاياك داعيا باسم الرب لم تزل كلمة الرب تنمو وتكفر وتعتز وتفبد في كنيسة الله المقدسة آمين إنجير القدس مما زاميري أبينا داود النبي بركته علينا أمين إليك يا رب رفعت نفسي إلهي عليك توكلت فلا تخزني إلى الأباد أظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك أهدني إلى عدلك هليل يا الإنجيل الإنجيل فصل من بشارة معلمنا القديس مارمت البشير التلميذ الطاهر بركته علينا أمين لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والأكلة وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسدها سوس ولا أكله ولا ينقب السارقون فيسرقون لأمنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وإن كانت عينك شريرا فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فكم بالحري يكون الظلام لا يستطيع أحد أن يعبد ربين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يقبل الواحد ويرفض الآخر لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال فلهذا أقول لكم لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون أو بما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست النفس أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس تأملوا طيور السماء فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزنوا في أهراء وأبوكم الذي في السماوات يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها إذا ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل وأقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبسك واحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا فكم بالحري أنتم يا قليلي الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمام وأبوكم يعلموا أنكم تحتاجون إلى هذه كلها فاطلبوا أولا ملكوته وبره وهذه كلها يزيدها لكم والمجدول الله دا أهداء آئمة إنجيل صلاة المساء ممزامير أبينا ذوود النبي بركته علينا أمين يمينك مملوءة عدلا فليفرح جبل صيون ولتتهل البنات اليهودية من أجل أحكامك يا رب هليل يا الإنجيل فصل من بشارتي معلمنا القديس مارلوق البشير التلميذ الطاهر بركته علينا أمين لكني أقول لكم أيها السامعون أحب أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يطردونكم من لطمك على هذا الخد فاترك له الآخر ومن أخذ ردائك فلا تمنعه أن يأخذ قميصك وكل من سألك فأعطه ومن أخذ مالك فلا تطالبه به وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا فإن كنتم تحبون الذين يحبونهم وإن أحسنتم إلى من يحسنوا إليكم فما هو فضلكم لأن الخطاط أيضا يفعلون هكذا وإن أقردتم الذين ترجون أن تستوفوا منهم فما هو فضلكم فإن الخطاط أيضا يقرضون الخطاط لكي يأخذوا منهم العواض لكن أحب أعداءكم وأحسنوا إليهم وأعطوا ولا تخيبوا رجاء أحد فيكون أجركم كثيرا وتكونوا بني العلي فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار فكونوا رحماء كما أن أباكم هو رحيم لا تدينوا فلا تدانوا لا توجهوا الحكم على أحد فلا يحكم عليكم اغفروا يغفر لكم أعطوا كيلا جيدا كيلا جيدا مملوءا مهزوزا فائضا يعطى في أحضانكم لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكالوا لكم والمجد لله دائما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر